نقول نريد من الشيخ أن يوجه نصيحة للأشخاص الذين يستغلون هذه البرامج في نقل الشائعات والأكاذيب والأخبار المكذوبة أو النكت والصور الشخصية وقد يصل بهم الأمر إلى فضح الآخرين والتشهير بهم هذا مما تحدثنا عنه بالأمس ونؤكد عليه اليوم أنه لا يصح لمسلم أن ينشر خبرا كاذما بل لا يصح له أن ينشر خبرا لم يتحقق منه لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك في محكم كتابه حينما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا والله عنده مغانم كثيرة ثم أكد هذا الأمر بقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ففي هذه الآية من سورة النساء تكرر الأمر بالتبين مرتين في آية واحدة وكما قلنا بالأمس فإن التبين هو شدة تطلب وتثبت من صحة الخبر فلا يصح لمسلم أن ينشر خبرا إلا بعد أن يتأكل من صحته ولا يسوغ لا يعفيه من المسؤولية أن يقول قيل أو زعم لأنه أيضا كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في زعم بئس مطية الرجل وهذا في الأخبار التي لم يتأكد منها فكيف إذا كانت تحمل استهزاء بمسلم أو سخرية منه والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ويقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحقير المسلم وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يصح الخوض في أعراض المسلمين والاستهزاء بهم ونشر ذلك على سبيل التفكه والتندر فإن فاعل ذلك لا شك يأثم بل يجب أن توجه هذه الوسائط إلى ما فيه خير إلى أن تكون وسيلة لنشر الخير والدعوة إلى الحق والتنبيه من الغفلة والتذكير والتعليم وهذا لا يكون إلا بما ثبت وصح شرعا ووافق مقتضيات الأعراف والأخلاق والآداب السائدة في المجتمعات أما ما سوى ذلك فإن استخدامه بمثل ما أشار السائل هو مما لا ييوز شرعا والله تعالى أعلم أما ما سوى ذلك فإن شكرا